ريحة رمضان على مذيك فهم للكويت لاني بحترم حرمة البلدان وغلطة عملها صدام حسين لكن ما غنيتش على صدام حسين ولا غنيتش على اي نظام غنيت للشعب لما اتفضلت الحكاية والشعب العراقي ولا في حالة ينثلها كان يعمل المهرجانات متاحهم يستدعوني نمشي الغادي ونمشي على حسابي في الطيارة وياخذوني من عمان حتى البغداد الف كينوماتر نمشي غاديك وما تقضيت من عندهم حتى اجر كيف وزير الثقافة بلغ للمرحوم صدام حسين قال لهم نحب نشوفه يقول لي غاديك نحب نشوفه وقلوا ليه ما نمشي لوش ما نجم حتى عدد يقول ليه ما نشوف صدام حسين وليت معا نخطط معا على المنطقة كيفاش 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 باكيته خلناعرف لا باكيته قتله قصيدة استحضرها تو تذكرها استحضرها سعيبة برشا ناخد منها بعض الابيت هذه القصيدة اللي قالها لطفي برشنيق كي قابل صدام حسين والصحراء هذي امشلا هي كلمات آدم فتحي صحراء هذي امشلا اجسادي امبيض عمري في رحاصي يادي بحاجة للمدح منذ طفولتي لم ألقفين لائقا بمدادي فالاغترم ففز العراق بنفسه وصراء فلسطيني للأمجاد الشعر ماع لفرط مجاع الذين بلوا به فالعفو يا نقادي شعب بلا ظهر أحاول شده بعمود شعر فاغفروا لعنادي الباب فتحه من الذين استشهدوا من سلم المفتاح للجلادي ستطبلون لفرحة مغشوسة وستخرجون لفرحة بحدادي سيدوسكم نعل الذي لذتم به دوس الحوافر ناعم الأكباد وستندمون ولن تبل ندامة ما جف من حس ومن أعواد هي طويلة الأرض تصرخ بالشعوب تحرك بالنار بالأحجار بالأطواد تتصارع الطبقات في زنارها وتصر تاريخ الصراع سمادي لابد من حرب بكل مدينة أو قرية أو ساحة أو نادي القمح حارب كي يصير سنابل والقفر حارب كي يصير بوادي والنمل حاربت الرمال بظفرها كي لا تداس بظفرة المرتادي والورد حارب في الرياح بروحه حتى تفيض بريحه وتهادي لما ننهض الدنيا وذاك قعودها أحلى لضرب الطبل والأعوادي وعلى ما نصنع طائرات ركوبنا وظهورنا دوما على استعدادي وعلى ما قنبلة الدموع وعندنا بصل يسيل الدمع في الأورادي لا شيء يرضيني سوى عدم الرضا وعلى رمادي اعتدت قطح زنادي فترجلوا إن أتعبتكم رحلتي إني فتن أنجبت فوق جيادي وإذا وقعت فتلك موقعتي أنا الشعب شعبي والبلاد بلادي يفهمها زعمت لك زاد إحنا الجود إحنا الكرم زاد الزيتها نحيي كذلك أخوي العزيز سلاح الدين بوزيان فهم كلماتها صدين موقتها ولا حسب رأي كنتي ريو يا ولدي شنو فهم كلمها بايش يا الرجل بدموعه هابطة قال لي صحية حقيقة قال لي بس قوية جدا متعبة